دلوقتي خلونا نتابع مع حضراتكم أبرز وأهم الأخبار المقرر حدوثها اليوم اللي هنستعرضها طبعا بالتفصيل مع حضراتكم في سياق العرض التالي بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فالنهاردة هتنظم كلية أصول الدين بالقاهرة المجلس الحديث الثاني بالسند المتصل بمدرج الإمام الأكبر الراحل الدكتور عبد الحليم محمود بمقر الكلية بالدرسة المجلس بيأتي في إطار رسالة كلية أصول الدين بالقاهرة منارة العلم ونبض الفكر واللي ابتسع من خلالها لتنشئة الأجيال العلمية وربطهم بتراث الأمة وحضرتها في إطار نشاطها العلم المتواصل اللي بتحرص عليه دائما لكونها أحد أهم أعمدة مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة النهاردة هتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية فعليات الموسم الثقافي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان بتتضمن الفعليات محضرة عن التغيرات المناخية وتأثيراتها الصحية بتقدمها الدكتورة مونة عزة مدير عامل إدارة العامة للرصد البيئي والتغير المناخي بوزارة الصحة والسكان أيضا بتتضمن الفعليات محضرة عن التغير المناخي والأمن الغزاء العالمي بيقدمها الدكتور فوزي العسوي وبيدير الحوار المفتوح لتغير المناخ بمصر ما بعد كوب 27 النهاردة بتتوالى فعليات مهرجان الموسيقى العربية لـ 32 حيث يقام في الثمينة ونصف مساء أربع حفلات بمسارح دار الأبرا النفورة والصغير والمعهد والجمهورية بيستقبل مسرح النفورة الفنان الأردني عزيز مرأة وفرقته الموسيقية لأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية وبيستقبل المسرح الفنانة نسمة محجوب وفرقتها بأعمال شرقية وغربية وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية بتقدم فرق التأسيم بمشاركة الفنان حلمي عبدالباقي منوعات من الطرب الأصيل بقيادة المايسترو عادل مصطفى وبيشهد مسرح الجمهورية أمسية فنية لفرقة أعز الناس بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد اشتركوا في القناة